تداول الأملات الرقمية في هذا الفيديو راح نشوف وحدة من أكبر المنصة تداول الأملات الرقمية في العالم راح نشوف طريقة فتح حساب في منصة GTU طريقة تداول وفي الأخير راح نشوف الأملة لراهي دايرة ضدجة كبيرة في الأونة الأخيرة تابع الفيديو الأخير لأنه راح يفيدك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم إخواني في قناة رسليليكم وكما شفنا في المقدمة الفيديو تاليوم راح يكون مقسم إلى جزئين الجزء الأول راح نشوفو كل ما يخص منصة GTU والجزء الثاني راح نشوفو البوت ولا العملات الجديدة اللي الكل رايب حث عليها وكما نعرفو منصة GTU هي من أكبر المنصة تداول الأملات الرقمية واللي تجي بعد بنانس في عدد الزيارات وهذا الفيديو يشرح لك خطوة بخطوة فتح حساب بنانس الميزة الأساسية لهذا المنصة هي أنها من أول منصات اللي تقوم بإدراج العملات الجديدة اللي يتم إطلاقها قبل ما يزيد سيارتها الآن باش تفتح حساب في منصة GTU أول شي اللي تقوم به هو تحمل تطبيق من App Store ولا Play Store ولا مباشرة تدخل في الرابط اللي تسيبه في أول تعليق باش تحصل على 20% خصم مدى الحياة على عمولة المنصة بعدها تظهر عندك وجهة تطبيق نضغطه على التسجيل من هنا نزيد ونضغطه على التسجيل مجانا من هنا والآن في الخانة الأولى دير Gmail تاك ولا رقم الهاتف أما بالنسبة للخانة الثانية ديروا المطبس من اختيارنا في الخانة الثالثة قم باختيار البلد لك مقيم فيه وحنا رح نختار الجزائر وتحية كبيرة للناس لا يتابع أرستيليكم من تونس مصر والمغرب بعدها دير هذا الرمز باش تحصل على تخفيض اللي حكينا عنه سابقا وقم بالموافقة على السياسة والشورط وضغط على Sign Up بعدها دني هذا البوزل باش يتأكدوا بل أنت مش يبوت وروح لإيميل رح تصيب Code Verification وقم بوضعه هنا واضغط على Confirm ونبروك عليك حساب Get iu ركملت أخي المواطن مع فتح حساب Get iu وهذه هي وجهة التطبيق بصفة عما كل منصة تدولهم لات الرقمية تتشابه فقط رح تسيب كل واحدة منهم باش تتمييز على الأخرى وأكيد موثوقية المنصة تختلف من منصة إلى أخرى وباش توثق حسابك ادخل هنا وبعدها رح تسيب Unverified تحت حسابك نضغط عليها رح تخرج لنا هذا الواجهة بعدها نضغط على KYC ولا تأكيد الهوية وكما بينص Get iu تدعم اللغة العربية يعني تقدر تفوت كل هذه الخطوات باللغة العربية بعدها اضغط على Verify Now والآن رح تخير الجنسية تاك في الخانة الأولى في الخانة الثانية تخير البلد لك مقيم فيه بعدها دير اسمك في الخانة الثالثة في الخانة الربعة دير لغب تاك بعدها تخير نوع الوثيقة اللي حتقوم بتصويرها لاحقا ولي رح تكون إما بطاقة تعريف وطني ولا جوال السفر ولا رخصة سياغة وباش تفعل حسابك أخي المواطن لازم يكون سنك فوق 18 سنة احنا رح نخيره بطاقة تعريف وطني بيومترية بعدها تدير رقم البطاقة اللي تسيبوه في الأعلى واضغط على Next بعدها رح تقوم أخي المواطن بتصوير بطاقة تعريف وطني تاك من الجهة الأمامية والخلفية ودير سيلفي وهناك الملاحظة جاءنا الكثير من التعليقات في الفيديو وتعبيه نص أنه ما حبش تطبيق يقبل لهم الصور ولا تأكيد الهوية وهنا أخي المواطن لازم تمسح الكاميرا تعكم له وتتأكد أنه كتابة والأرقام اللي في الصورة واضحة ولي شوف الصورة ما يسيب صعوبة في قراءة المعلومات وراح يتأكد حسابك بشكل تلقائي نولو الموضوع بعد ما كملنا هذه الخطوات رح يتفعل معنا حساب GetAew وفي حين راك تسننا يتفعل حسابك اضغط على سبسكرايد الآن باش نزيدوا آمان حسابنا GetAew واللي خطوة واحدة فقط واضغط على سيكيريتي وهنا يعطينا العديد من الخيارات الخيار الأول هو رقم الهاتف وراح توضع رقم هاتفك رح يوصلك SMS تعود تنسخ الكود اللي وصلك في الـ SMS إلى GetAew بالنسبة للخيار الثاني هو الإيميل رح نصيبه verified لأنه احنا في الأول سجلنا بالإيميل أما الخيار الثالث هو Google Authenticator وأقل شيء أخي المواطن لازم عليك تفعل هذة ثلاث خيارات باش تتأكد باللي حسابك راهو مؤمن وهكا نكون فريناها مع التفعيل وتأمين حسابنا GetAew وقبل ما ننسى رانا درنا فيديو حول المنصة العالمية وكل هذه الفيديوهات حول المنصات فقط باش توريلك الاختلاف بين كل منصة وأخرى ويكون عندك الاختيار في اختيار المنصة المناسبة لك الآن باش تشحن حسابك ما عليك غير تضغط على Deposit من هنا ورح يعطينا طريقتين الطريقة الثانية هي لازم يكون على الشخص اللي هيرسلك رأسيد USDT إلى محفظتك لازم يكون عنده حساب في GetAew ورح يقوم بالإرسال مباشرة أما الطريقة الأولى فإذا كان الشخص اللي هيرسلك رأسيد USDT يكون خارج منصة GetAew وحنا رح نختاره الخيار الأول نختاره العملة لأننا حابين تصلنا إلى حسابنا وبعدها تخرج عندنا الأدرس والQR Code تقوم بنسخ هذا الQR Code وتبعثها للشخص اللي رايح يرسلك هذا بالنسبة للشحن بالنسبة لإرسال رأسيد فنفس الشي فقط ما تضغطش على Deposit تضغط على Withdraw الآن باش تشري أي عملة من هذه المنصة أضغط على Trade من هنا ورح تخرج عندك هذا الواجهة باش تغير ولا تختار عملة جديدة أضغط هنا وباش تشوف مخطط هذه العملة أضغط هنا ورح نصيبه كل المعلومات والنقاط اللي وصل واللي ارتد من هالسعر وباختصار وباش مجيش الفيديو طويل باش تدي نظرة عامة على استعمال منصة تداول العملات الرقمية ادخل هنا الجزء الثاني الجزء الثاني اخي المواطن خاص كما قلنا سابقا بالعملة الجديدة اللي تشبه لعملة هامستر كومبا واللي هي دوغز واللي كل عالم رايح يتكلم عليها حاليا والخاصية اللي دارتها من الصدقات رح تخليك تربح هذه العملة أوطوماتيكيا زائد تقدر تشري منها قبل المينت بخاصية بريمينت وهذا العرض يخلص بعد خمسة أيام من وقت تسجيل هذا الفيديو ورح نخليلك الموقع الرسمي لجيتايو اللي رح تصفيه كل ما يخص عملة دوغز واللي رح يكون ايضا بالنسخة العربية وباش تكون مواطن صالح ومهوب احسن شي انه تقرأ هذا المقال كامل وباش تربط حسابك جيتايو مع دوغز بوت ادخل في الرابط اللي تسيبه في المقال بعد ما تكون قريته بطبيعة الحال رح يدينا مباشرة الى دوغز بوت على التليجرام وكما رح نشوفه كان ازيد من 50 مليون مستعمل لهذا البوت بعدها اضغط على لتس جو بعدها نختاره ديبوزيت تو اكسشينج نختاره الخيار الاول واللي هو اكسشينج ونضغطه على كونتينيو وبعدها نخيله منصة جيتايو اللي رح نفتحنا فيها حساب مسبقا بعدها نضغطه على ياس والان وصلنا لاهم واخر الخطوة في الفيديو باستربط دوغز مع جيتايو في الخانة الاولى توضع رقم الحساب الخاص بجيتايو في الخانة الثانية والثالثة توضع الدوغ ادرس والميمو ورح نشوفه كيفاش تجيب كل واحدة منهم ادخل حساب بجيتايو وضغط على ديبوزيت بعدها اختار الخيار الاول بعدها قم بكتابة عملة دوغز من هنا ورح يخرج عندك كوير كود زائد الادرس زائد الميمو كي ما راك تشوف الان وليلي دوغز بوت في التليجرام وحطهم هنا اما بالنسبة لل اي دي فاروح لجيتايو ودخل هنا بعدها ادخل في حسابك من هنا ورح يظهر عندك ال اي دي انسخها وحطها في بلاستها هنا وضغط على سنت ومبروك عليك وهكا كونو وصلنا لآخر الفيديو الى استفت ما تنساش دعم القناة والاشتراك